اشتركوا في القناة سهلا بكم مشاهدين أينما كنتم على هامش أعمال دورة مجلس حقوق الإنسان الخامسة والخمسين نستضيف وزير الخارجية الإيرانية السيد حسين عبدالأمير عبداللهيان وفي هذا اللقاء سنتحدث بداية عن دور مجلس حقوق الإنسان خصوصا مع ما يجري في غزة وسننتقل بطبيعة الحال إلى ما يجري في غزة وفي منطقة الشرق الأوسط وسنتعرف على السياسة الخارجية في هذه المرحلة السياسة الخارجية الإيرانية في هذه المرحلة أهلا وسهلا بك معالي الوزير في قناة الميادين نحن نرحب بك وأسألك اليوم السؤال الأول شاركتم في مجلس حقوق الإنسان وكان لكم كلمة هل الجمهورية الإسلامية لا تزال ترى في هذا المجلس دور إيجابي خصوصا مع ما نشاهده اليوم ما يجري في غزة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بداية أحييكم وأحيي جميع المشاهدين لقناة الميادين وأعرب عن احترامي وتقديري لجميع زملائكم من أجل جهودهم طيلة نحو خمسة أشهر مضت لتغطية مأسي أهالي غزة الأعزاء وأيضا الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني فأشكركم خالص الشكر كما ذكرت اليوم في خطابي أمام الاجتماع الخامس والخمسين لمجلس حقوق الإنسان فإن أداء منظمة الأمم المتحدة إذا ما يحدث في غزة والضفة الغربية غير مقبول للأسف مجلس الأمن لم يقوم بواجبه في ظل استخدام أمريكا حق الفيتو بطريقة أحادية وبلطجية إذ جرى رفض كل مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة عبر فيتو أمريكي ما يمثل سلوكا خاطئا يتعارض مع الحقوق الأولية للإنسان كذلك في مجلس حقوق الإنسان حتى اليوم لم نرى أي تحرك مقبول في هذا المجال أثناء زيارتي لجينيف خلال شهر الأول من الأزمة وبدء الإبادة الجماعية في غزة أجريت لقاءات مع مسؤولين رفعي المستوى في الأمم المتحدة بمن فيهم المفوض السامي لحقوق الإنسان وقلت لهم بصراحة إننا لن ننسى الضجة التي أثيرت قبل أشهر بذريعة الوفاة المؤلمة لفتاة إيرانية في المجلس ذاته ألا تريدون اليوم إنشاء لجنة تقص للحقائق لبحث جرائم الحرب والإبادة الجماعية وانتهاك حقوق الإنسان بطريقة منظمة في غزة؟ حتى اليوم لم نشهد خطوة مؤثرة في أي من المؤسسات التابعة للأمم المتحدة بالطبع الأمين العام للأمم المتحدة سيد أنطونيو جوتيريش قام ببعض الإجراءات الجيدة والمناسبة منها الحضور عند حدود رفح والمطالبة بصوت عال بفتح معبر رفح ومنع قتل المزيد من الأطفال والنساء والأهالي المحرومين الغذاء والدواء لكنه لم يستطع أيضا مساعدة أهل غزة حتى اللحظة بنحو مؤثر وحقيقي عبر الآليات المتبعة لدى الأمم المتحدة أما في مجلس حقوق الإنسان فإننا نرى بوضوح أن كل شيء يخضع لسيطرة أصحاب السياسة والمدعين الكاذبين لحقوق الإنسان سياسة بازان ومدعيان دروغين وغبشر غرار دارهم سأنتقل سريعا سؤال سريعا المحكمة الدولية محكمة العدل الدولية هناك دعوة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل واستمعنا خلال الأسبوع الماضي لبجبوعة من الكلمات هل يمكن أن تكون المحكمة الدولية مختلفة عن مجلس حقوق الإنسان عن مجلس الأمن الدولي حيث يعني كما ذكرت هناك مشكلة الفيتو الأمريكي وهناك مشكلة السيطرة من قبل الدول الغربية هل الوضع مختلف بالنسبة لمحكمة العدل الدولية؟ هناك قضيتان مطروحتان في الوقت نفسه ضد كيان الفصل العنصري والاحتلال الإسرائيلي المجرم عند محكمة العدل الدولية القضية الأولى هي الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل وهي الآن قيد المعالجة ونحن نأمل أن يصدر قضاة المحكمة قرارهم خلال الأيام المقبلة ليتحول هذا القرار إلى مبدأ وأساس لجميع المؤسسات التابعة للأمم المتحدة ومن ضمنها مجلس الأمن وحقوق الإنسان أما القضية الأخرى فتعود إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي طالبت محكمة العدل الدولية أخيرا بإصدار فتوى استشارية بشأن آثار احتلال طويل الأمد للأراضي الفلسطينية وعواقبه وذلك وفقا لقرار صدر قبل بضعة أسابيع فتوى المحكمة في هذا المجال أيضا يمكن أن تمثل أساسا يسهم في حل القضية الفلسطينية نحن نعد خطوة جنوب أفريقيا عملا شجاعا لتحقيق العدالة ودعمناها بقوة على المستويات السياسية والإعلامية والحقوقية لكن لدينا ملاحظة أيضا فيما يتعلق بهذه القضية وهي أننا باعتبارنا الجمهورية الإسلامية الإيرانية يجب أن نعمل بطريقة لا تترك أي مساحة للشبهات بشأن الاعتراف بالكيان الإسرائيلي لأننا لا نعترف به ونعده كيانا محتلا ونظر إليه كقوة محتلة في الأراضي الفلسطينية الاحتلال ليس وضعا مستداما وفي نهاية المطاف سيزول كما أن احتلال الجزائر ورغم استمراره عقودا عديدة انتهى أمام صمود قادة الجزائر وشعبها ومقاومتهم سأنتقل مباشرة إلى الحرب الدائرة حاليا في غزة وفي لبنان خلال الساعات الماضية إسرائيل استهدفت مواقع في الشرق لبنان في بعلبك بالنسبة لإيران هل هذه مقدمة لحرب شاملة على لبنان؟ هل ممكن أن الجبهة اللبنانية تتوسع الحرب فيها أكثر مما هو حاليا؟ نتانياهو يرى الحل في الحرب لإنقاذ نفسه وحكومته المتطرفة كما أن الكيان الصهيوني في الأساس يقوم على الحرب وانعدام الأمن في المنطقة أما اليوم فما هو الوضع الذي نمر به؟ إسرائيل لم تتمكن من تحقيق أي من أهدافها المعلنة في الحرب لم يجري القضاء على حماس ولم ينزع سلاحها كما أنها فشلت في تحديد مواقع أسراها وتحريرهم عبر الحرب والقصف والإبادة الجماعية وكذلك كثير من الأهداف الأخرى التي أعلنتها إسرائيل من ضمنها اعتقال يحيى السنوار لم يتحقق أي من هذه الأهداف كما تريدها إسرائيل وذلك بينما تدعمها الولايات المتحدة دعما شاملا معلوماتنا وكذلك الصور التي نتلقاها عبر الأقمار الاصطناعية تظهر أن عملية إرسال الأسلحة والعتاد العسكري من جميع القواعد الأمريكية في المنطقة وسفونها الحربية إلى تل أبيب مستمرة على مدار الساعة وهذا ما طرحناه مع قادة بعض الدول الإقليبية التي تستضيف قواعد أمريكية إذ قلنا لهم إنه ينبغي أن لا تتحول أراضي الدول الإسلامية إلى مكان لإمداد الكيان الإسرائيلي بالسلاح وقتل المزيد من الفلسطينيين ما الذي يبحث عنه نتنياه الآن؟ ولماذا هاجم شرق لبنان؟ أولا لم يمر أي هجوم إسرائيلي من دون رد حتى الآن والمنطقة ردت وترد على ذلك على نحو مناسب حزب الله أيضا رد بقوة على أي اعتداء إسرائيلي حتى اليوم اليوم نرى في منطقة الشرق الأوسط في بحر الشرق الأوسط الكثير من القطع البحرية الأمريكية والغربية الأوروبية وغير ذلك بريطانية وفرنسية وغير ذلك كيف تنظر إيران لهذا التواجد الغربي في منطقة الشرق الأوسط؟ هل هو للتهديد فقط؟ للكلام فقط؟ أم قد تنتقل الأمور بسرعة إلى مواجهة واسعة؟ ربما مع إيران أيضا؟ لا، وفق تقييمنا فإن نتانياه يسعى لتوسيع نطاق الحرب ويريد طورية الولايات المتحدة في الصراعات والحروب أكثر من ذي قبل بنحو يتجاوز الدعم الشامل الذي تقدمه أمريكا وبعض من حلافائها إلى الكيان الإسرائيلي الآن أما النقطة الأساسية فهي أن الولايات المتحدة وكذلك الدول الغربية على ما يبدو تواجه ظروفا خاصة معالي الوزير كنا نتحدث قبل قليل عن التواجد الأمريكي والغربي في منطقة الشرق الأوسط وتدعية ذلك على المنطقة وربما على الحرب الواسعة وربما مع إيران أيضا لاستكبل الحديث من هذه النقطة لو سمحت هناك نقاط عديدة فيما يتعلق بآخر التطورات والاستفافات تجاه فلسطين النقطة الأولى هي أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل في الحرب والإبادة الجماعية الأمريكيون يواجهون ظروفا خاصة في ظل الانتخابات المقبلة وحاجتهم إلى دعم اللوب الصهيوني نعرف أنهم لا يتحلون حتى الآن بالإرادة اللازمة لوقف الحرب لكنهم في الوقت نفسه يواجهون رسائل ويدلون بتصريحات تعبر عن عدم رغبتهم في توسيع نطاق الحرب إنهم يدركون خطورة توسيع نطاقها جيداً لكن ومن جانب آخر هم يمثلون جزءاً من عملية توسيع نطاق الحرب عبر عدوانهم المشترك مع بريطانيا على اليمن وذلك بعد وقوفهم إلى جانب إسرائيل الأمريكيون يتحدثون عن تخفيف حدة الحرب لا عن وقفها وهذا باعتقاد خطأ وسلوك خبيث يتمثل في إعطاء الضوء الأخضر لنتانياهو اليوم وفي أوروبا يتحدث الجميع عن ضرورة وقف الحرب لكن بريطانيا تمارس لعبة مزدوجة في هذا المشهد لأنها تسعى إلى متابعة سياساتها الإقليمية إلى جانب أمريكا كما أن الدول الإسلامية والعربية عموماً ترحب بوقف الحرب والإبادة في أي حال من الأحوال يجب أن لا ننسى أن إجراءات إسرائيل ترمي إلى تهجير سكان غزة إلى صحراء سيناء المصرية وأهل الضفة إلى أجزاء من الأراضي الأردنية قصراً هذا ما يتبعه نتانياهو بالتأكيد ونحن نعلن بصوت عالي أنه لولا المقاومة الفلسطينية ولولا سمود الشعب الفلسطيني لكانت صورة المناطق المحاذية للأراضي الفلسطينية المحتلة مختلفة تماماً تحديداً في هذا الموضوع عندما نتحدث عن الهدف الإسرائيلي بتهجير أهالي غزة خارج غزة إلى مصر أو إلى رفح أو بعض الوزراء الإسرائيليين اقترحوا أن يتم بناء جزيرة في البحر المتوسط ونقلهم إلى هناك هل هذا الهدف ممكن أن يتحقق؟ هل المقاومة الفلسطينية في غزة قادرة على منع هذا المشروع من أن يتحقق تهجير الفلسطينيين الإبادة ونكبة جديدة؟ قبل نحو أسبوعين من الآن كنت في المنطقة والتقيت قادة المقاومة والقادة الفلسطينيين أولاً ووفقاً للتقارير التي قدموها المقاومة في أفضل حالاتها من ناحية المعنوية ورغم كل التحديات والصعوبات إنهم في أفضل وضع سواء المقاومة الفلسطينية أم اللبنانية كذلك أكدوا لنا أنهم يملكون الإمكانات والقدرات المادية والبشرية اللازمة لمواصلة الصمود في حرب أطول مما رأيناها حتى الآن ثانياً معنويات سكان غزة والضفة الغربية فعلاً تستحق الثناء صحيح أنهم تنقلوا داخل غزة إلى حد ما لكن وفق معلوماتنا الدقيقة فإن أكثر من ستمائة ألف فلسطيني لا يزالون في شمال غزة في تلك الظروف الصعبة وفي تلك المناطق المنكوبة والمدمرة ولم يخرجوا منها أيضاً في رفح سنرى أن المخططات الإسرائيلية لن تترجم على أرض الواقع ولن تكون قادرة على توجيه الناس إلى سيناء المصرية وتهجيرهم قصراً لكننا أعلن صراحة أنه لا يمكن لأمريكا مواصلة سياسة النفاق عبر الحديث من جهة عن ضرورة تخفيف حدة التوترات والقيام من جهة أخرى بإجراءات لتشديد الصراع وتمكين إسرائيل من مواصلة جرائمها عبر تزويدها باللوجستيات والمعلومات اللازمة والمؤشرات تشير إلى أن الجميع في الغرب والدول الإقليمية والإسلامية والقيادة الفلسطينية والمقاومة يتفقون على أنه إذا تخلت أمريكا الآن عن دعمها العسكري لإسرائيل فإن نتنياهو لن يكون قادراً على مواصلة الحرب ضد غزة حتى لساعة واحدة ما حدث في الأشهر الخمسة الماضية في غزة يتمثل في مشاهد مثيرة للفخر صنعتها مقاومة الرجال والنساء الفلسطينيين ما يجري في البحر الأحمر اليوم المواجهة بين أنصار الله في اليمن والقوات الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر إلى أين ستؤدي هذه المواجهة من وجهة تدر إيران وكيف ترى تهران هذه المواجهة الجارية حالياً؟ أخيراً قلت لي وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن العدوان البريطانية الأمريكية المشترك على اليمن خطأ استراتيجي ترتكبونه اليمنيون أثبتوا أنهم لا يتهونون مع أي طرف فيما يخص سلامة أراضيهم وأنهم تمكنوا من نقل هذه الرسالة على نحو جيد بأنهم سيوقفون السفن التي تحمل السلع والأسلحة لإسرائيل من أجل استخدامها لتعزيز كيان الاحتلال وقتل مزيد من الفلسطينيين واللافت أنهم نفذوا رسالتهم على نحو دقيق جداً فإذا ألقيتم نظرة إلى البحر الأحمر عبر الأقمار الاصطناعية فستجدون مئات السفن تتنقل على مدار الساعة عبر هذا المسار نعم نقبل أن تكلفة تأمين السفن قد زادت لكن سفن التي تمارس التجارة السليمة ولا تحمل أسلحة لإسرائيل تعبر في البحر الأحمر بسلامة وهدوء حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء أرسلت بهذه الرسالة على نحو صحيح بأنها مهتمة بأمن الملاحة وأمن البحر الأحمر نحن أيضاً في إيران نستخدم هذا المسار البحري كجزء من تجارتنا الخارجية والجميع يستفيدون من أمنه لكن علينا أن ننتبه إلى أن جذور الأزمة تكمن في غزة لا في البحر الأحمر إن توقفت الحرب والإبادة في غزة فإن ظروف في البحر الأحمر ستعود إلى وضعها الطبيعي نحن تأثرنا فعلاً بهذه الخطوة الشجاعة من جانب اليمن دعماً لفلسطين واليمنيون لا يزالون يواصلون هذا المسار نصرة لغزة من دون المساس بسلامة الشحن وأمن الملاحة نعيد ونكرر أن أمن الملاحة بصورة عامة لم يتعرض للخطر لكن السفن المتوجهة إلى إسرائيل معرضة للخطر نعم أريد أن أسأل سؤال يتكرر دائماً ونحن نعيش هنا في الغرب يتكرر دائماً لدى المسؤولين الغربيين إن كان في الولايات المتحدة الأمريكية أو هنا في أوروبا يقولون بأن أنصار الله في اليمن المقاومة في لبنان والمقاومة في غزة وأيضاً الفصال المقاومة في العراق يتحركون تلبيةً لأوامر تأتي من إيران ما هو ردكم على هذا الاتهام لنوضح هذه المسألة بشكل وضع وصريف؟ لا نملك أي وكلاء في المنطقة حزب الله والمقاومة في لبنان يقرران ويعملان وفق مصالحهما كذلك صنعاء تعمل في الإطار نفسه في العراق وسوريا تألفت مجموعات لمكافحة داعش وهي لا تزال تمارس أدوارها من أجل أمن دولها وفق مصالحها واعتباراتها الأفضل للولايات المتحدة أن تركز على إيجاد حل سياسي بدلاً من رمي التهم وصياغة سيناريوهات كاذبة خمسة أشهر من الحرب أثبتت أن الحرب ليست الحل وبالتالي يجب حل الأزمة عبر الطرق السياسية على نحو واقعي ومن منظور فلسطيني قلت لوزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إنه بعد مرور ثمانين عاماً يجب السماح لشعب الفلسطيني بأن يقرر مصيره ومستقبل بلاده اجتماع الدول وطرحها مبادرات لحل القضية الفلسطينية أمر جيد لكن الأفضل والأكثر مناسبة هو التركيز على حلول فلسطينية تأتي في إطار وحدة المجموعات والفصائل الفلسطينية بأطرافها وتوجهاتها كافة عرفت من خلال لقاءاتي مع جميع القادة الفلسطينيين أنهم منذ أسابيع يعقدون اجتماعات لطرح المبادرات والأفكار بشأن مواضيع مختلفة ونحن نعتقد أنه يجب إتاحة الفرصة أمامهم ليضعوا أفكارهم على الطاولة عبر طرق ديمقراطية وعلى جميع الدول الاهتمام بحلول ومبادرات فلسطينية بحتة وأخذها بعين الاعتبار من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية نعم سؤال الأخير معالي الوزير بعد أشهر قليلة سنشر انتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية بين بايدن وترامب ما هو مغفران؟ لا فرق كبير بنسبة إلينا خلال الأوام الخمسة والأربعين الماضية جاء رؤساء عديدون ديمقراطيون وجمهوريون أيضا المهم بالنسبة إلينا هو سلوكهم إذا تعاملوا مع إيران وفق مبدأ الاحترام المتبادل وتركوا أخطاءهم وعدواتهم جانبا فنحن سنحاورهم أيضا بلغة الاحترام المتبادل لكن إذا استمروا في عدائهم فإن ردنا واضح ومحدد مهما كان حزبهم وتوجهاتهم السياسية نحن في حكومة الرئيس رئيسي أجرينا محادثات جدية مع أطراف المفاوضات النووية لكن للأسف في مرحلة ما الحرب في أوكرانيا ألقت بظلالها على محادثاتنا لا يزال هناك تبادل للرسائل بين طهران وواشنطن في مختلف المواضيع الجانب الأمريكي يحاول في بعض الرسائل إظهار رغبته في عودة جميع الأطراف إلى التزاماتهم وفق الاتفاق النووي نحن من جانبنا أعلن بصراحة أننا نرحب بأي مبادرة تؤدي إلى عودة جميع الأطراف إلى التزاماتهم وإلغاء العقوبات الأحادية الجانب المفروضة على إيران الحكومة الإيرانية أكدت منذ البداية أنها لا تعد الاتفاق النووي طريقا لحل قضايا البلاد كافة لكن إيران أثبتت دائما أنها أكثر الدول العالمي التزاما بتعهداتها الدولية محل وزير الخارجية الإيرانية شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء مشاهد الكرام شكرا جزيلا على حسن المتابعة و على اللقاء شكرا جزيلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا جزيلا لك